كام وفن تزييف الحقائق قولى فقراتنا وليه قولى فقراتنا لانه الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على هي ايه المصورة اللي ضربت مرة واحدة دي ايه فكرة انه الناس مرة واحدة هاجمة شارسة جدا على النادي الاهلي كل واحد يجيب لعيب اعتزل او لعيب سابق او بعض اللعيب حتى باشواندس اللي ممكن تكون تقريبا على هامش الزاكرة الكروية لكن المهم جدا يطلع يحدف طبطين على النادي الاهلي المهم استدرجه للمنطقة هو الاهلي مشات ليه هو ايه اللي كان حصل لك بجد هو ايه الحكاية اعجي انه مفيش لعيبة بطلت ومشيت غير في الاهلي بالزبط واذا قرنت اي لاعب بطل ومشي في الاهلي وبرى الاهلي لا مفيش مجال حتى للمقارنة ايه طيب اتكلم المنطقة عادلة على احد الزملاء الزميل ابرهيم عبدالجوات وانه الكلام لما الكابتن حسام عشور النادي الاهلي قدم له العرض الله والراقي بكل تفاصيله وبالمناسبة هو ليه الاهلي استثنى حسام عشور عشان دي نقطة برضو مهمة توضح للناس الاهلي استثنى حسام عشور في عرض اقامة مباراة تكريم له بناء على ثلاث نقاط مهمين جدا اللي حيتوفر له هذا الامر مستقبلا هيبقى حقه على النادي الاهلي انه يكرمه انه حسام عشور 16 سنة في النادي الاهلي متصلة لم يغادروا ما غادرش النادي الاهلي رقم اتنين غير انه هو ساهم مع كل زميله عبر كل الفرق اللي شارك معاها في النادي الاهلي وكل الاجال اللي لعب معاها في احراز البطولات لا لم يسر اي مشكلة على الاطلاق للاهلي في مرات تجديد عقده وانت اكيد جددت له كتير جدا وعارف مدى انسيابيته ومدى التزامه ومدى حرصه على الاستمرار مع النادي الاهلي نقطة التالتة انه كمان بينهي حياته في النادي الاهلي اذا قرر لانه حتى الان ما ابلغش ادارة الكرة بيقراره لكنه لما بينهي مشواره في النادي الاهلي مشوار حافل بالالتزام والانتماء والاخلاص والتواصل بيبقى حقه ان النادي الاهلي كرمه يتقال بعد كده وده اللي احنا انتقدناه على الزميل ابراهيم عبد الجواد يعمل فيديو انه ما هو كده معناها انه اللعيبة مش هتحب تيجي النادي الاهلي انه النادي الاهلي لازم ان ياخد باله انه بهذه الطريقة بيصدر رسالة سلبية للناس اللي متجيش النادي الاهلي ان احنا انا مش موافع على القرار انا موافع على القرار بس مش موافع على الطريقة يبتدى ياسرد الطريقة طب ليه ليه انا ذكرت هل هو كان الوحيد اللي قال كده لا طبعا طب اش معنا انا اتكلمت على ابراهيم عبد الجواد اي لان انا كان عندي حسن ظن به يعني اول مرة افاجأ لان انا كنت حطه في تقييم عندي مختلف ما توقعتش منه انه يبقى حتى البادي لانجوج بتاعته البادي لانجوج بتاعته كانت فيها نوع من الحامق الزيادة اول فاحنا لما كنا بنقوله ونتكلم كنا بنقوله ان احنا مندهشين من هو بالذات ان هو يتكلم بالطريقة دي فالحمد لله انه رد بعد رد على ردنا بالطريقة اللي تخليني هقول لا الحمد لله انه رد انه رد طبعا بعد ما تقول هقولك ليه الحمد لله انه رد طيب رد برايم عبد الجواد في فيديو على اللي تقال في البرنامج حمل نوع من المضامين اللي قال فيها مين قالها يا باشموندس ان انا ما بحبش الاهل انا بحب الاهل وبحب الزمالك وبحب هي القضية مش بتحب مين ما هو في النهاية مؤكد ان كلها انتمات ومشاعر الناس كلها تحترمها لكن ومشتهم بزبط لكن فكرة انك انت تقول اللي انت قلته لا لازم ان نقف عنده نقف تفاصيلة عنده جزئية وتتدعي انك حريص على مصلحة لالي لا لان انت نفسك يا استاذ ابراهيم في مكاشفة صريحة وواضحة جدا عن فكرة الانتماء نفكر اكلت ايه الحيطي كلها زمالكوية مع والدي والدتي هم الاثنين هلوين واخواتي الباقيين يعني اميرة وامنية واسلام ما لهمش في الكورة اوي لكن انا واحمد اللي لنا في الكورة جدا وانا اطلع لشان احمد انا مرتبط بي جدا فهو خلاني ابقى زمالكوية ومع بقية عالتنا بقى زمالكوية ما زلت طبعا لأ ببقى عايز زمالك اكسابه بدايق لما زمالك بيخسر طبيعي زي ايه مشجع يعني طيب هي دي مش تو وضع طبيعي انك توبق زمالكاوي بس لما نيجي نقولك ما تتكلمش من منظور انت بتقول مصطرة واحدة انت بتقول ده اللي خلانا الرد اه انا مصطرة واحدة لا انت مش مصطرة واحدة ما فيش مرة طلقت انتقاط لعيب بطل اه في النادي اللي بتحبه خالص ولا علاقته بيه ولا اتكلمت عندي التجديد كان بتعمل فيه ايه ولا اتكلمت عن لعيبها اللي خرجت وماخدتش حقوقها حاجة ما تخصناش ولا الناس اللي راحت المحاكم ولا احنا اتكلمنا اه ليه خد العينات عينات اخبار كتيرة حصلت احنا بنعلى اتفضل على تعليقه ايه ولا احنا اتكلمنا اه لان احنا مش معنيين اي عن علاقات اللعبة بالاندية الاخرى اي مش مش فضيين انا احنا مركزين اه بدأ ما نقول ندينا كواس نقول النادي دا كخة النادي دا وحش اي اي وبعدين في فيديوهات تاني تخصوا لا لا تفضل لا 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 لانا سمعتوا انه رد وقال مش حاجات اه المهم مش الرد اللي ردوا علينا بقى اعم ياريته كان الرد اه موضوعي لكن هو كان اه اه معلكوش معلمش انا بقول ايه محدش انت عمش هتعلم الاهلي الاهلي اه مش شخصي اه 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 علاقته تكون ازاي مع او تعامله يكون ازاي مع ناسه او احنا او اتكلمت بصيجة الاهلي اه فرد بشكل شخصي علي لا انا يموت المعلم ولا يتعلم دي بقى اللي بسطتني اه لان خلاص اي جزء من الحرك كنتم تشعره ان انا ما كانش فيه يعني داعي ان انا اتكلم عليه بشكل مباشر الحقيقة انت كده لعبت عن مكشوف وخرجتنا من كل الحرك والكلام او التقييم اللي انا كنت شايله كل واحد حر في نفسه فاشكرك على هذه اللغة المحترمة اللي بتحترم بيا الناس انا في الاخر قلت ايه ما تقولش انك بتحب الاهلي دي مش تيمة زي انا ما دلوقتي اما اتكلم وانت تيجي تقول لي ما تفاهمنيش انك بتحب الزمالك ومصلحته لو انا ادعيت ان انا بتدخل في سياسة الزمالك من حرصة على الزمالك او من حرصة على علاقته بنجمه طبيعي انك ترد هقولك اهل مكة ادرب شعابه ده احنا طول عمرنا بنقول كده ايه كل نادي حر وادرب ظروفه والحقيقة بالذات لان انتمائي معروف وانتمائك معروف كان نبقى لازم يبقى فيه نوع من الحضر واحنا بنتكلم كل مننا على النادي الاخر اه خلاص انا بقى في الملف ده مهما رده مهما قال سايبه بقى للتقييم العام لان هو ده اخطر من تقييمنا كله وهو الحقيقة يا جماعة في جزئي شكرا